اشتركوا في القناة مجمع الملك الحسين للأعمال بايولاب شاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أحوال جوية باردة درجات الحرارة متدنية أجواء أيضا غائمة ماطرة على فترات بإذن الله ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 6 درجات مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى الملموسة هي ثلاث درجات مئوية إذن أجواء باردة هذه الليلة بامتياز أحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين أجواء غائمة جزئيا أثناء النهار أيضا باردة درجات الحرارة أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة في فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق الشمالية والوسطى أحيانا وليس باستمرار ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا 10 درجات مئوية أحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين ليلا أجواء باردة غائمة جزئيا والصغرى المتوقعة 6 درجات يوم الثلاثة تنشط الرياح الشرقية مما يزيد الشعور بالبرودة رغم أن درجة الحرارة سترتفع العظمى إلى 12 درجة مئوية بينما أثناء الليل أجواء ما بين صافية وغائمة جزئيا وأجواء باردة والصغرى المتوقعة 5 درجات مئوية يوم الأربعة أجواء غائمة جزئيا في النهار وأيضا الحرارة العظمى المتوقعة 10 درجات إذن درجات الحرارة تستمر أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة أثناء الليل تتكاثر الويوم ويصبح الجو غائم جزئي ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر ليلة الأربعة على الخميس يعني الأربعة ليلا والخميس صباحا والصغرى المتوقعة يوم الأربعة 5 درجات مئوية المناطق التي ستتعرض له طول هذه الليلة وغدا هي بعض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأيضا واضح أن معظم الهطول سيكون في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى ملخص الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة أول شيء زخات متفرقة من المطر هذه الليلة وغدا على فترات طبعا وليس بشكل مستمر يوم الثلاثة تنشط الرياح الشرقية وزخات من المطر مرة أخرى مساء يوم الأربعة أو ليلة الأربعة على الخميس يعني الأربعة ليلا وصباح يوم الخميس أعزائي المشاهدين من طبس العرب نحييكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر